أنا شخصياً كعمر فرحانبي مبارح أما قلت لحضراتك ووضحت لحضراتك إزاي تم اختراق موقع ابنة الشهيد شامبركات وقلت لحضراتك يعني المعلومات إنه في حد اسمه بلال حسام هو اللي عمل الموضوع ده وإز جد يعني أنا عملت الخبر قلت لكم دخل إزاي واخترقوا إزاي وقادي الموبايل بتاعه وقادي أرقامه وولدنا علموا على أفاة كنت متخيل إن ده آخر أفاة تعارفين أدم الشرقوي قال له يا خوفي لا يكون آخر أفا الناس اللي عارفها بقى أدم الشرقوي مهم يا الحلقة خلصت من هنا يا رجالة وولدنا من الشعب المصري المغردين المحترمين قاعدوا يدوروا على تويتر وعلى الفيسبوك على المدعو بلال حسام وجابوه فده في علم المخابرات إنه تحرق بلال حسام لا يمكن أن يستمر تحرق خلص ما تعرف إن أنت اللي بتعمل الحاجات دي أنت الهاكر اللي بتخش تعمل هذه الإشعاعات وهذه الجرائب فالشباب المصري هو ده الشباب بقى اللي فرحك على السوشيال ميديا رحوا داخلين دوروا 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 وعلى فكرة قنوات الإخوان انبارحوا النهاردة عملت إيه عشان تعرفوا برضو إنه أم تجننوا قاعدوا يطلعوا صور لي مش بتاعته طبعا أم هاستغربوا ما يسمعوا مني الكلام ده قاعدوا يطلعوا صور يقول لك إيه ده بلال حسام مش هو بلال حسام لأنه أم خايفين عليه خايفين على الواد الواد ده هرب من هنا من مصر طلع السودان وطلع على تركيا واعد هناك والمخابرات التركية مش غلاه يعني مش هو اللعب قري لا معاه طبعا جهاز فابتدت كل المواقع الإخوانية اللي هي البوست والمش عارف إيه والبتاع كلهم يقول لك أهو عايزين يقول لنا إن ده بلال حسام ده مش بلال حسام على مين ما هو على فاكرة إحنا مش بتوع زعيق وضرب وإخناق ومظلومية وحاجات كده إحنا بنشتغل بالعلم أخوكم بلال الساعة 4 صبح قفل مواقعه كلها واختفى من السوشيال ميديا لأنه بتعبير المخابرات عميل اتحرق اتحرق ما ينفعش بموجود لازم يخبوه ده مبارح بقى للي ما شافش ده الموبايل بتاعه بسلطاته طبعا بغنجه بنمره طبعا أنا عايز بس أوضح لحضراتكم إنه اللي بيتعمل في البلد دي سبكم من عمليات الرهابية والبتاع هل عندكم شك خلاص في اللي بيحصل ده يعني انتوا مش شايفين اللي بيحصل ده خلينا أكمل لكم الأول لازم أشكر كل الشباب اللي جيروا وجابوا الودة من أفاه ما هو تعبير مجازي إنما عن نت هم جابوا من أفاه وراح قافل مبارح وراح مروح قال له كلام وطبعا طلع ليه تويتات بيدعو للإرهاب وللقتل ولاغتيال الشرطة كل حاجة طلع يعني واد متزبط تماما محدش كان يعرفه محدش كان لقيه لغاية أما الشباب بتوعنا في مصر قالوا اسمه كذا وتليفونه كذا وهو اللي دخل وهو اللي خد وهو اللي عمل فمبارح بعد البرنامج بفضل بقى شباب مصري وطني مش مسؤولين ولا زباط أمن ولا ما بحث لا 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 شباب عادي دخلوا عليه فهم انه هو تشاف قفل حاجته ومش عايز اقول لحضراتكم بس تعرفوا ايه اللي بيجرى وايه اللي بيحصل عايز اوري حضراتكم حاجة معمولة اليومين دول برضو وتعاملت في الثلاثة اربعة تياب انا على فكرة جماعة عايز كل حاجة بالعقل لانا حكلمكم تعارفين هم الاخوان يبتدي معاك باية الدين وآيات قرآنية وآحديث ونعمة بالله لكن انا عايز حضراتكم نمشي مع بعض بالمنطق وبالعقل وبالصوت والصورة وعايز حضراتكم بس انا مش هممني الاخوانجي والمتعاطف مع اخوانجي كل دول يولعو انا هممني الناس الشعب العادي اللي تلعب بعقولهم اللي يامل اللي فاتت انا عايزك بس تفهم حضراتكم لما حصل القفزة الاخوانية على الحكم في مصر كلنا اكتشفنا ان كان لنا اصدقاء اخوان فجأة كده كله انا اخوانجي انا اخوانجي صحفيين ممثلين ممثلات اعلاميين سياسيين اصحاب مطاعم مهندسين ده كترة ناس كانوا معاك في المكتب فجأة اول ما ظهر الاخوان كلهم طلعوا اخوانجي يعني كانوا ايه كانوا خلايا نائمة خلايا نائمة قاعدين جنبك واكلين شربين نايمين كانوا مستنيين كلمة السر انزلوا رشاحوا مرسي دي كانت كلمة السر خلاصنا من الاخوان وهمهم في 30 يونيا وحرج على الموضوع ده تاني ابتدوا يعملوا حاجة لطيفة اسمها المواقع النائمة يعني ايه مواقع نائمة موقع طول الوقت بيجيب لك اخبار فن هيفاء واهبي اه محمد رمضان اه تامر حسني عمر دياب موقع انت تخش اشترك فيه خلاص موقع تاني موقع تغذية واكل وابتاع ده يعني تاكل ايه وما تاكلش ايه فتشترك فيه وخلاص موقع دعاء والدعاء ده في ايه تخش حضرتك تشوف تلقى فيه ادعية فتشترك فيه هم شايفهم الصفحات النائمة صفحات عادي جدا ما فياش حاجة لغاية ما في الثلاث ايه من اللي فاته اول ما حصل حكم الاعدام كل الصفحات دي راح تبعتالك المظلومين الغلابة القتلة ايه هعمله كل المواقع التي لم تكن سياسية ولم تكن اخوانية ولم تكن اسلامية ولم يكن لها اي علاقة اي شيء كانت مواقع رياضية وفجأة شالوا القناع ورحوا بعتلك المسج الحق العيال الغلابة العيال الالكترونية رسمية وبقت الفكرة بتاعة الخلايا او المواقع النعمة وعلى فكرة بعد ما بعتوا لك الاخبار دي انت طبعا لقيت ايه الخبر دي جايلك من خبر من مواقع فني الخبر ده جايلك من موقع رياضي كان بيبعتك عن محمد صلاح الخبر ده كان جايلك من مش عارة من اين بعد ما عملوا الخبر ده التلاتة يام اللي فاتوا سجته تاني وروح راجع بعتلك تاني يوم ايه زواج مش عارف مين حصل مش عارف ايه انما هم دول اللي شيروا بنت الشهيد هشان بركات هم دول اللي بعتوا الحاجات كلها اللي عن القضية بتاعة هشان بركات مواقع كانت عادية جدا وانت وعيالك وبتشترك فلو بيبعث لك دعاء كل يوم صبح فلو بيبعث لك خبر عن محمد صلاح كل يوم فلو بيبعث لك خبر عن هيفا وابي وانغام فلو انما فجأة بيتشال القناع وييجي يظهر انه لا دول كانوا احدين لابدين في الدرة شهور واثنين زي الثمانين سنة اللي عادة معنا اخوان جاية ياكلوا ويشربوا ويوم ما جي الحكم ظهروا كلهم انا في لي اصدقاء مقربين اخوان جاية كل واحد فيكم في مصلحة حكومية يعرف انه هو كان قاعد مع 4-5 اخوان وبالمناسبة لغاية دلوقتي موجودين يعني في منهم لغاية دلوقتي موجودين اعلاميين وصحفيين وفنانين هم العيال اللي موجودة في تركيا دول كانوا ايه واد منهم فنان واد منهم كان ضد مرسي والاخوان وبعدين فجأة اول ما تمكن رح على طول شاية للقناعة وهلك مرسي رئيسي نقطة كمان عايز اوريها لكم وتفهموها لانها حصلت كم يوم اللي فاتوا قبل الفيديو ما عليش ادي شغلتي بقى وحضراتكم اسمعوا وورموا كلامي البحر يعني